المترجم للقناة 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 اشتركوا في القناة 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 مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الطريق الأمثل للمستقبل بفاس استمعوا للإذاعة الوطنية على الموجة 288 اهلا بكم كشف احمد الحليمي على من امس في الضربضاء انه من المتوقع ان يستقر معدل نمو الصدي في المغرب عند 2.7% خلال سنة بدلا من 3% المسجلة سنة 2018 واوضح سيد الحليمي في المؤتمر صحفي عقبوا في الضربضاء امس ان هذا التباطئ يعزى الى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الاول بنسبة 2.1% مما يساهمه بشكل سربي في نمو الناسجة الدقي الاجمالي بنقص 0.3 نقطة خلال السنة الماضية في العلاقات المغربية الصينية اكد نائب وزير خليجيستاني تشين تشيودونغ امس 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 شؤون الخارجي والتعاون الدولي ناصر بوريطا وجه الرئيس الامريكي دونالد ترامب تحذيرا جديدا الى ايران ودعاه الى ان تكون حذرة جدا فوسعت واشنطن دائرة سياسة ضغط الاقصى على ايران وحلفائها عبر فرض عقوبات غير مسبوقة للدنائبين من حزب الله البلاني المهدى لايران وعلى سعيد اخر حدث القوى الاوروبية ايران على العودة الى خرقها لانتباق معوي بينما وصل ايمانويل بون ونسر دينوسيل الرئيس بارس افغانستان حيث زع هادت حوالي سبعين شخصية افغانية تمثل كلا من حركة طاليبان والحكومة والمعارضة والمجتمع المدني في بيان اللها صدر في ختام مباحات السلام بصدفة الدوحة يومية الاحد والاثنين الماضيين باعداد خارطة طريق للسلام في البلد الغارق في الحرب والوصول الى هذا الهدف وعد المندوب الافغان بالحد من العنف والعمل على عودة المهجرين ورفض التدخل للقوة الإقليمية في الشؤون الداخلية لأفغانستان نهاية المجاز إخباري إلى اللقاء حميد 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 خير زميل عبد الرحيم بسلام ولكفة المجتمعين الرياضيين إذن أغلب صباحات الزرائد الوطنيات لازلت تتحدث عن خروج الفراغ الوطني من نهاية كاسة إفريقية وفي هذه الكأس وكان أخبار أخرى كيدا نشوفها معك ونتبعها معك حميد في هذه الموعدة الثانية الرياضة والذي من خلاله هتنصف معك أبرز المقالة في الزرائد الوطنية في الصفحات خاصة بالرياضة ويبدأ يا عبد الرحيم من جريدة الأحداث المغربية هكذا صرف الفوج للقجع ومن معاه 92 مليار سنتيم على المدخب ملايير الهزيمة 150 مليار سنتيم في متقرير تسألت الجريدة وزير الشباب والرياضة شواحد قوس على زياش تكتب الأخبار وحمل مسؤولة الإقصاء للحد وقال إن اللاعب رفض الرد على 23 مكالمة هاتفية فعلا العبث يقود إلى التقواس وزياش ينفي اعتزال اللاعب مع المنتخل الوطني ودعا إلى تحريب ذقة وعدم اختلاق الأكاديب موحيدنا جميع وكالة سفر أتلس وياج أو اتصلوا بنا على 080-2020 080-2020 عند ايكيا ما خاص يبقى والو باش جديد القبلاستو من 12 يونيو إلى 13 يوليوز 2019 ايجيل تافضوا من تخفيضات تدنائية إلى 25 تنينيا على المجموع عنها يومان لينيو وزيارة يؤكد عدم انسحاب فريق الوداد من المباراة المهائية بدعوى عدم اتزام بقانون التربية البدنية وزارة الشباب المنفسات بهذا نوديع المستمعين اشتركوا في القناة 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 موسيقى 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 ويحاول ما أمكن أنه يتفادى التخليط دياله في كترة التوابيل إنك نقدرناه يعني في الحلقات اللي فاتت على أن جميع المواد غذائية يعني في عيون القانون 28 سلام الصحيري للمواد غذائية فلذلك أن المواد المضافة سلام الصحيري للمواد غذائية